اشتركوا في القناة ايه اللي لاحظناه؟ ايوه زاب لاحظت ان انت خطفت الاعي قلت ا ا ا ا ا ا ا ايوه في علم الصوتيات في الكلمة دي الاعي تتخطف تبقى شوع يعني ما تبنش او ال اب 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 مش اعب لأ اب 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 ايوه زاب ايه لاحظت ان حرف الاع نطق الاع اختفى ايوه خدناها في الدرس الاولاني ان الاعي ا ازا جاه قبليها نطق متحرك ما تبنش تخاف من الحرف المتحركة تعرب تجري هنا الاو جت قبليها والاو نطق متحرك اللي هو الاب ا ا ا ا ازا جاه قبلي الاع نطق حرف متحركة زي O-U-I-E-I O-U-I-E-I اللي هي O-U-I-E-I ال-A بتخاف تختفي في البريطاني أما في الأمريكي ال-A-R تبعنا هادي قول معايا بقى A-B-O-S-H-N 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 آه معنايا بقى معناها إجهاض إسقاط يعني بعض النساء لما تكون حامل بتعمل عملية إجهاض للجنين وطبعا هنقف عند الحتة دي الله قال ورفض الإجهاض بتاتا أن نقتل الجنين أو نقتل الطفل اللي فيه روح وقال وقال في آية أخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم معناها إن ربنا رافض بتاتا الإجهاض طالما إلعاي الجنين جه في روح أصبح روح أول معنى لها إنهاء الحمل اللي هو الإجهاض أو معناها من الجنب failure of a plan failure of a plan إنهاء خطة الاثنين معناهم فشل الأوانية كان فيه حمل وحصل له إجهاض ففشل التانية plan خطة كانت ماشي عادي وفجأة فشلت ناخد المثال عليها she decided to have an abortion she decided هي قررت to have إن فأقولها to have كلام سريع أو to have كتأكيد على عملية الإجهاض يبقى she decided to have an abortion هي قررت إن هي تعمل إجهاض زي ما عندك في الصورة في عالم أمريكا وقدامه حملة إنه نحن نوقف الabortion خالص فقالين stop abortion now stop أو بالأمريكي stop وقفوا abortion now وقفوا الإجهاض الآن هنسمحها بالبرطاني بعد شوية من غير نطق ال-ar abortion أو بعديها على طول هتسمعوها بنطق ال-ar abortion فهنسمحها الآن بس قبل ما تسمحها بنطقين حاول تغمض هناك معايا وتقول ولاية قول معايا واربطها بالصورة زي ما قلنا كل مرة abortion 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 تمام نسمحها الآن بالنطقين if you take an issue like abortion 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 you've suggested there should be punishment for abortion punishment for abortion نجي بها عند الكلمة التانية قول معايا abortive 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 أول number one unsuccessful يعني غير ناجح failing to accomplish unintended objective فشل أنه هو يعني حقق unintended objective فشل أنه هو حقق يعني هدف تم الاعداد لي فرولس يعني عقيم لا نفع فيه خلاص فاشل طيب لا جدوى فيه يعني المثال على كده معناها قاموا بمحاولة فاشلة attempt محاولة abortive فاشلة to keep the company going عشان يخلوا الشركة تستمر زي ما انت شايف هون بدل ما يزبط المثال بوزوا الدنيا دي بيسموها زي ما انت شايف في الصورة abortive attempt يعني خطوة أو محاولة محاولة فاشلة هتغمض عينك الآن وتربطها بالصورة زي كل مرة غمض عينك الآن وتخيل الصورة في الذهن عندك وقل ورايا قل معايا abortive 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 attempt انا بحاولة مسالك بصوت عشان ما تنساش abortive ايوه نسمحها الآن abortive and hopeless نوكليل talks abortive and hopeless نوكليل talks abortive and hope نيجي با عند الكلمة اللي بعديها قول معايا abortive 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 يلي لاحظنا abortive 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 ايوه الزاب خطفنا الاي هنا تبقى شواء ما تبقى شواء ما تبقى يا سيزاب صح كده وبعد الار اللي هي الار بالامريكي نطق الاي اتكل تحت قول معايا من تاني a bridge a bridge ridge ridge a bridge اخطف الاي والاي اتكل تحت معناها يبقى اختصره اوجزه لخص شيء معين اختصروا كان شيء كبير واختصروا number one can dance can dance هنا الاو تبقى شواء ما تبقى شواء تاني حرف هنا اقول عليها can dance قول معايا can dance يعني يختصر shorten short short قصير shorten يعني يقصر عندك في الصورة الكتاب اللي كان كبير تم تصغيره عشان يتناسب مع الاطفال قالك the book was a bridge for children the book الكتاب was a bridge abridged اولا كده مش abridged لا abridged تم اختصاره for children تم اختصاره من اجل الاطفال الله was abridged abridged اختفق اطفعا abridged كده مش abridged لا طيب هتغمض الان عينك وتخيل الكتاب اللي كان كبير تم تصغيره تصغيره وانستعمل الفعل مضارق قول معي abridged 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 تمام؟ الله مش تنسيها ابدا ان شاء الله ايتي با عند الكلمة اللي بعدها قول معي abrogate 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 ايه اللي لاحظتو؟ abrogate ايوه زاب لاحزت ان الاي واضحة الاي واضحة اب 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 رو رو والاي هنا شواء ما تبانش اختفى خطف قول معايا ابرجايت 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 تمام يبقى الاي كل ما تتكى عليها تعمل stress بتبقى يديك فخمة في النطق على الاي طيب معناها يبقى ابرجايت معناها ابطلة الغى قانون فسخ شيء معين ابطله ايوه زاب اه كلمة abolish خدناها درس سلفات اسمحها كده من تاني تفتكرها abolish 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 يعني برضو الغى ابطلة do away with يعني برضو ابطلة or not او برضو فسخة especially by authority خاصة بالسلطة عندك سلطة بتبطل وبتلغي القوانين وبتلغي اشياء عندك في الصورة الراجل اضحك عليه من شوية من اهل بيته فطلع عصبية تقول لها على التريتي الاتفاقية فاتوقعوا نعمل كده الناس فقالوا the next prime minister could abrogate the treaty the next prime minister رئيس الوزراء القادم اللي هو ده العصبي ده could abrogate ممكن ان هو abrogate ان هو يلغي the treaty الاتفاقية مع الصباح على اهل بيته وبعد ضحك عليه فهيطلع عصبيته على اي قانون او اي شيء طيب المثال التاني the treaty was abrogate in 1929 the treaty الاتفاقية was abrogate تم انهاءها الغاءها ابطالها in 1929 في 1929 هنغمض عيننا الان ونتخيل الرجل العصبي اللي حب يلغي اي حاجة عايز يبالي شخصية بعد ما شخصيت وراحت فغمض عينك وقول معايا abrogate وانت متغاز بقى وانت عايز تلغي بس متكسرش حاجة وانت بتدب abrogate 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 نيجلي عند الكلمه اللي بعادية اسمحها منه كدا abrupt abrupt اهو زاب قول لاحظت ان الاعي هنا شواء ماتبنش تمام ولاحظت ان البي في الاخر طبعا مش بي بي لا ابرابت 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 تمام طيب معناها يبقى ابطر مفاجئ غير متوقع حاد خطر فض جاف اه كلمات صعبة دي طيب يبقى اذا مفاجئ او معناها غير متوقع يعني اكتر استعمال لها مفاجئ او غير متوقع ومعناها برضو انه اي فض كلامه فض تمام طيب اه اول نمبر وان sudden and unexpected and often unpleasant sudden يعني شيء مفاجئ and unexpected وشيء غير متوقع and often ينفع قولها often او often دي انصح بس often بتقال اكتر للناس الكبر في السن في بريطانيا انما كلام الشباب بقى عصر الصورة بيقولوا often unpleasant انه هو شيء غالبا يكون غير صار طبعا طيب اه اي ثاني بقى نمبر ثلو brief to the point of rudeness brief to the point ينفع قولها point او point ننصح of rudeness يعني قريب جدا من الوقاح كلام وقح زي ما انت شايف في الصورة ان عاملين حفلة جوه البيت والبيت دخن برضو وطلعوا بره عاما ودخان خربوا الدنيا فالمثال عليك اده بقى من تحت the party came to rather not proptending when tom's parents came home the party الحفلة came to rather يعني جت الى rather not proptending الحفلة عصر الله نهاية غير متوقعة when عندما والدي tom came home رجعوا البيت رجعوا ابو الاب والام لقوا ابنهم عامل حفلة ومولع الدنيا بدخان ونيلة مسيحة فكانت النتيجة غير متوقعة فبيسموها abruptending نهاية غير متوقعة ساعات كده يكون في ارسال تمام والارسال يقف على غفلة تبقى الشاشة سودة في التلفزيون مثلا بث فدي بيسموها abruptending نهاية مالها abruptending نهاية مالها غير متوقعة طب اتغمض عينك بالصورة وتركز معايا بقى اقول معايا وربطها بالصورة زي كل مرة تمام نشوفها بقى نسمحها منيجي بقى عند الكلمة اللي بعديها قول معايا absence 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 ايه اللي لاحظته ايه والساب انت عملت stress على الاعي وبقى الكلمة مش بينة لان الاي اللي في النص دي شوع ما تبنشي يبقى اتكى على اول كلمة وبقى الكلمة يبقى خفيف قول معايا absence 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 وكل ما تتكى على الاي تبديك فخامه النطق تمام طيب معناها هي بقى معناها غياب فقدان انعدام غياب شخص ما او شيء ما فقدان شخص ما او شيء ما او دليل او حقيقة يعني وهكذا انعدام برضو شخص ما او شيء ما number one when you're not in the place where people expect you to be when you're not in the place عندما تكون انت غير موجود في المكان where people عندما يكون الناس expect you to be عندما يعتقد الناس انك لازم تكون موجود فيه all the time او الوقت that you're away او في الوقت اللي انت بعيد عن الوقت ده يعني لا موجود في الوقت ولا موجود في المكان ينفع اقول in my absence in your absence in his absence in the absence وهكذا يعني عندك في الصورة الراجل دهوت ضحكوا عليه اهل بيته يعني واتخذوا قرار بدون علمه في غيابه فلما رجع من الشغل لقى المصيبة انه اتخذوا قرار في غيابه فمسك اي شيء قدامه كأنه مسدس ومسك موزة ومضغاص فالي بقى the decision was made in my absence oh no the decision was made in القرار واتخذة in my absence اوي هاو اوه échو في غيابه well i was not that بينما انا لم اكن موجود هناك معاهم الله في غيابي تمام طيب المعنى الثاني لها number two the lack of something غياب شيء ما or the fact that it does not exist او الحقيقة or the fact that it does not exist او الحقيقة ان الشيء ده غير موجود غياب شيء معين نقصان شيء معين غياب حقيقة عكس كلمة presence حضور absence غياب عكس presence حضور طيب هنا في الصورة زي ما انت شايفها هوت انا لابس اسود وقالوا عني في المثال قال لكي بقى in the absence of any evidence في غياب in the absence of any evidence في غياب اي دليل او في عدم وجود الدليل ضد اهاب ده في الصورة the police حتى لتهاب جاي the police the police had to let it have جاي ان البوليس اضطرة ان يسيب اهاب جاي يرحل الله اتخيل بقى الصورتين واحد اعتخذوا قرار ضده في غيابه والتاني لعدم وجود الادلة سابوه غياب وغياب غمض اينك الان وقول معي absence 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 غياب شيء او غياب شخص الصورة التانية تخيلها الان معي absence 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 ايوا نيجي بقى عند الكلمة اللي بعديها بتسمحها بنطقين النطق الأولاني لها قول معايا النطق الثاني لها ايه اللي لحظناه ان ساعات التي بتتقال لما عايز اكد المعلومة كلام رسمي رسمي بطيء مش سريع لو انا عايز اصرق بقولي ايه اللي لحظناه ايوة السبب لحظت ان الاعي واضحة ا ا ا واضحة في الكلام ايوة عليها تمام بطبها هنا واضحة مش و طيب معناها ايه بقى غائب مفقود ذاهل يغيب او تغيب بين معانيها كصفة و معانيها كفعل نمبر وون مطن دا بلايس where you are expected to be especially at school or work مطن دا بلايس ليس في المكان و حيث you are expected to be كنت متوقع ان انت تكون موجود في هذا المكان يعني مختفي especially خاصة at school or work في المدرسة او في العمل مختفي خالص دا محضرش النهاردة نمبر 2 not existing not existing يعني لا بوجودة له ينفع لها نط او نق ننصح كوكنا نو تمام طيب يعني غير متواجد يعني مختفي خالص طيب المثال على كده بص على الصورة قالك the teacher called the rail to see if any students were rapson the teacher المدرس called يعني بدأ ينادي the rail على الليستة اللي عنده القيامة اللي عنده to see عشان يشوف if any students اذا كان في اي طلاب were rapson كانوا ايه غيبين الله غمض عينك الان بقى وقول معايا هنتدرب بس على الكلمة اللي هي التيم اختفية عشان تدايما تقال في الكلام السريع قول معايا absent غمض عينك وربطها بالصورة وربط معناها كمان absent 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 زي ما انت شايف في الصورة المدرس عايز يشوف اي حد غيب او غيره وطالب قدامه متكئ كده عايزي ما يبينش نفسه قدام المدرس عشان ما يعدوش معاهم يعني بيهزر معا طيب يبا هنشوفها الان well child he was often absent from school absent from school absent from school نيجي با عند الكلمة اللي بعديها قول معايا absolute 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 انا نريدك بس تتكن على ال ا 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 . تعملها stress يعني كده تأكيد عليها absolute absolute ينفى اقولها absolute او ا 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 تكن اكتر اشيك في الكلام طيب معنىها كامل مطلق ثابت أساسي جوهري هناخد أول معنى لها نمبر وان أغضم جدا أو إلى أبعد درجة ممكنة يعني حاجة فخمة خاص يعني حاجة آه كده قال لك إبقى there was no absolute proof of fraud there was ما كانش فيه no أي absolute proof ما كانش فيه يعني أي دليل مطلق of fraud على الإحديال الله نمبر 2 used when expressing strong opinion used تستعمل وعن expressing عندما أو عند التعبير على strong opinion أو إلا كده opinion 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 شفت زيبه opinion الأو الأخيرة تبه شوه opinion يعني تستعمل عند التعبير عن رأي ماله قوي يعني لما شوف واحد كده غابي أقول لي آه he's an absolute idiot he's an absolute إنه يكون he's an ليه he's an absolute يعني idiot يعني أحبك بطريقة شنيعة يعني الحمقه قوارية فيه الله طيب يعني الشيء حقيقي فعلا وبيتكرر في نفس المواقف تمام يعني يعني قالك an absolute principle مبدأ مطلق an absolute doctrine عقيدة مطلقة يبقى مطلق يعني يعني بيتكرر في كل المواقف وما فيش ليه اعتمد على شيء تاني خلاص ثابت يعني طيب اللي يبقى عند number four an absolute ruler has a limited power an absolute ruler حاكم مطلق has a limited power يعني عنده سلطة مطلقة يعني بيتحكم في أكثر من شيء قالك an absolute monarch an absolute monarch حاكم ملوبة مطلق الله absolute قول معي بقى شايف الرجل ده ملو ده فعلا في الصورة ده ملو ده an absolute iriat ده ملو بقى ده شخص يعني احمق جدا مغفل يعني لدرجة زي ما انت شايف بقه كده ونتخيل الرجل اللي احمق ده اصبح رئيس دولة اجنبية بعد كده يبقى 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 ايه يعني اربطها بقى باللي خدنا كله غمض عينك في الصورة وايه وايه قول معي يبقى غمض عينك الان قول ورايا absolute 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 طب نسمحها an absolute joy and privilege an absolute joy and privilege an absolute joy and privilege نجي بقى عند الكلمة قبل الاخير النهاردة في درس النهاردة الممتع قول معايا بقى absolutely 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 ايوه ازداب لاحست انت برضو بتوضح الاعي ما هي جاية من absolute تبقى absolutely 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 ايوه ايوه تبقى هنا شواء معناها بقى بكل ما في الكلمة من معنى يعني كده كليا اطلاقا قطعا على نحو جازم مئة بالمئة من غير الريب يعني حاجة مليون في المئة اول معنى ديها completely اولا كده كم كم الاعيو هنا تبقى شواء completely 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 طيب يعني معناها كاملة شيء كامل يعني القطة الكبيرة دي اللي عمزة الطفل قد الغارة ايه بتحب صاحبها ده فبتقول ايه بليف دهم absolutely من كتر الحب يعني بتعيط انا صدقته اوه صدقته 100% ايه 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 انا بقى وثقت في 100% نمبر 2 ينفع قولها يوزد ينفع قولها يوزد او يوزد انا حب تخانها شوية بالكوكني يعني حب انا باختار كده بس حاجات تبديك فخامة في اللغة ينفع قولها يوزد وينفع قولها يوزد ننصح فوقس برسين strong emotion اه للتعبير عن strong emotion للتعبير عن مشاعر ايه بقى قوية فهو قال ايه بقى لما لقى بتحبوا او كده وثقة في القطة فالصورة عندك راح قالي I absolutely adore my cat انا بالقطع بالفعل على نحو جازم مية في المية من غير ريب adore my cat احشق بقى ايه بقى احب واحشق بقى ايه my cat قطتي يعني الله نمبر 3 used as a strong wife saying yes ينفع لها used as او used as بس هنا كلام سريع يبقى used as used as a strong wife saying yes يعني تستعمل بطريقة قوية لقول كلمة yes يعني حسنا او نعم طيب طيب فبيقول لها يا قطتي اه it was an excellent film though قالت له absolutely يعني فعلا انه كان film excellent اه قالت له بقى absolutely القطة نعم طيب نمبر 4 لما عايزن فيها بقى اقولي بقى absolutely not لازم اقول كده not مش نو لأ عشان بأكد على النفش not absolutely not يعني بالفعل لا اللي شايل القطة بتاعته بيقول لها هل انت متعبة لدرجة ان انت مش تكمالي معايا الباريو ده والحوار معانا ده قالت له absolutely not يعني بقى يعني انا مش تعبانة ابدا الله طيب هنربطها الان بالصورة وقول معايا بقى غمض هناك بقى واربطها باقصى معاني لها تطلحها من اللي خدناها من شوية اعتمد بها على الله اولا ثم الذاكرة قول معايا وانت مغمض هناك وربطها بالصورة وبالمعاني اللي في مخك absolutely 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 not absolutely not absolutely not الله طيب نسمحها الان نيجي بقى عند اخر كلمة جميلة جدا بقى وليها نطقين مختلفين ودي صعب ان معظم الطلبة تعرف ان لها نطقين كله ممكن كله بيعرف ان لها نطق واحد لا ده لها نطقين النطق الاولاني الاس بتبقى ز ز ز ز فبقول ابزوب 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 الله ابز ز ز تمام او نطق التاني بقى ابز اس اس مصور ابزوب 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 نطقينها ابزوب ابزوب من قلعها التاني ابزوب اده القول SAN وب ابزوب النطق التاني ابزوب اخف بالاس يبقى المرة بالز ز ز ز اول كده ز ز او نط س س تمام؟ طيب معنى عني بقى اسمع كده أبس سوف انطس استوعب تشرب استغرق يعني يعني نيجي بقى عند نمبر وان لنتفق من الزائر بين السائل أو مادة سائلة لنتفق من الزائر ينتص سائل أو مادة سائلة غاز غاز أو مادة غازية أو أي مادة أخرى من السطح أو الفضاء حولها المجال حولها تمتص المثال قلت لك دع خلي الأرز يطهي until it has absorbed حتى هي تمتص كل الماء ينفع أقولها أنها أو بالشوعة ده بالبرطان العادي تمام؟ يبقى دع دع خلي الرز يطهي حتى حتى هي تمتص كل الماء الله طب هنغمد عينا الآن والبطها بالصورة والمعاية absorb 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 نجيبها عند المعنى التاني لها absorb أو absorb لنفع أفكار أو أفكار و أفكار و أتذكرهم لنفع أفكار يعني أننا أفهم حقائق أو أفكار أو أفكار و أفكار و أفكار بطريقة كاملة يعني و أتذكرهم ماذا يسمع كده نطل كأنك بتأكل موزة كأنك بتأكل موزة برطانيا لا تحفة ليس رميبر لا رميبر ذا الله موزة طيب إيبقى قالي بقى مثال It's hard to absorb so much information It's hard to من الصعب أن absorb أن أنا أتشرب so much information معلومات كتيرة جدا زي ما أنت شايف في الصورة طالب بيقول المدرس من الصعب أن أنا أتشرب كل هذه المعلومات و يضحك الطالب مش عايز يذكر والتاني ما سيكله عصايا تمام طيب It's hard to absorb so much information تمام طيب نمبر ثري To take up someone's attention completely To take up ينفع لها To take up بشمال بريطانيا أو To take up بريطانيا العادي Someone's attention يعني أحوز على اهتمام شخص ما completely بطريبة كاملة يعني أول ما المدرس دميسيك عصايا للطلب ده خلاص حاز على تفكيره ولا هتضرب قال لك عندك في السوق آخر سورتين واحد ماسك مشروع في إيده هوت كتاب والتاني الأخيرة دي ماسكها برضو مشروع في إيدها فقال لك ماسكه بقى المشروع المشروع استحوز على تفكيرها واهتمامها وعطائها وكيانها وكل شيء لفترة أعوام كثيرة وده كان آخر شيء في درس النهاردة ما تنساش عايز رأيك في التعليقات لأي تطوير لأي شيء وحاول لو تقدر تكتب لي جمل زي كده يعني تضع الكلمات في جمل لو تقدر وكمان انتظرني في درس جديد إن شاء الله الأسبوع القادم أول فعل كذلك بلبرتولانا نعددي سی لاتر ت 미국ということで و biblical لعد رس النهاردة وترجمة نانسي قن في القناة إلى س أيها البشر